ده هي يوسامة وانا اللي سعيد بيه ان لما عاد الشناوي وكتبت صفحة النادي لالي عن عودة الشناوي كثير جدا من التعليقات دخلت بتدعم علي لطفي وبتقول احنا سعاداء بعودة الشناوي وكمان مؤذرين لعلي لطفي وعشان كده فيه في كلامك رسالة مهمة ولكن هي عاملة زي العملة لها وجهيه وهي الرسالة اللي انا فعلا بقف عندها للجمهور ان انت عندك السكواد طبيعي كل مرة حيخرج منه نجم فانت تكلمت في ان الجمهور لازم يتعامل مع ده بزكاء شديد وما يبقاش ضاغط على الفريق الجانب الاخر هم اللاعبين الوجه الاخر من العملة انت عندك سكواد قوي جدا وانا متفق انه الاقوى في افريقيا كل مرة حيبقى فيه نجم خارج القايمة محمد شريف لاعب كبير جدا هداف الدوري شفناه خارج القايمة لاعبين كتير جدا حيحصل ما بينهم روتيشن السنادي الروتيشن ده حيخدمك انت كلاعب عشان ما تجيش كمحمد شريف او كافشة فلحظة من لحظات الموسم تحس انك بدأت تنهار بدنيا او تدخل في اصابات اذا لازم اللاعب يكون عارف قيمة انه هو لفرصة طول الوقت مش معنى ان انت بديل معناها ان انت بعيد او مستوىك سيء اطلاقا كل لاعب الاهلي اللي انا شايفهم في القايمة الفروق الفردية ما بينهم بسيطة وعشان كده وبمناسبة الفروق الفردية انا حابب كمان اقول انه جمهوري النادي الاهلي زواق اه احنا اختلفنا في طريقة لعب وجمهوري النادي الاهلي كان عنده تحفظ بس جمهوري النادي الاهلي هو اللي اول ما شاف اداء جيد قدام الاسماعيني هو اللي كان في ظهر بيتسو مسماني وكان بيديله حقه وانا شفت على ملامح بيتسو مسماني نفسه كنت بشوفه احيانا كسبان وهو غير سعيد بالاداء او حاس انه مزالت فيه مشكلة لا بيتسو مسماني كان سعيد ليه لانه كان حاسس ان الفريق احكم سيطرته في الملعب والفريق بشكل كامل مسيطر على المباراة كمان رهاناتك بيتسو مسماني جال احمد عبدالقادر في احد مباراة سموحة اللي وجهة نسموحة فيها وقالوا انا محتاجك معي الموسم الجاي انت احتصنع فارق من اول مباراة بيدفع منه فهنا المدرب لما يشوف رهاناته ميكسوني ضرب الجزاء بيرسيتاو بيسجل احمد عبدالقادر بينزل يسجل هنا المدرب بيحس انه شغال صح يا حسين بالتأكيد يا فارس وهنا بنتكلم بقى عن فكرة بيرسيتاو واخيرا اللعب اللي مش محتاج وقت للانسجام ومش محتاجين برضو يعني نكون مبلغين في الاحتفال او مبلغين في الفرحة هي اول مباراة لسه للفريق اول مباراة في الدوري البديهي والطبيعي نظرا لمستويات الفريقين الفنية مع كامل الاحترام لفريق الاسماعيلي ان النادي الاهلي كان يفوز وده اللي هو متوقع لكن كان جميل في الامر ان النهاردة خمس محترفين للاهلي متعاقد معهم يكونوا هم الموجودين في التشكيل الاساسي وهي دي قيمة المحترف المحترف جاي عشان يكون اضافة داخل الملعب فكرة المحترف اللي يعد دك فترات طويلة جدا انا بشوف انها فكرة مش الامثل للتعاقد مع محترفين النهاردة كان عندنا الشخصية في الملعب علي معلول بدر بنون اليو ديانج هنتكلم عن الطرد بالتأكيد ولكن ميكسوني وقفته على الكرة والمروغات النجحة وبرسي تاو والمحصلة فكرة الانتارجت وازاي بيقدر يحول الفرص لاهداف ده اضافة للنادي الاهلي واضافة كبيرة كمان ان فكرة المحترف موجود في الملعب فيقدر يديك الاضافة طب اللي قاعد برا نزل عمل ايه لا نزل وقدر يسجل سواء كابتن حسين شحات نزل حسام حسن بداية لسه مع اول دوري موجود مش بعيد كمان احمد عبدالقادر وعمار حمدي اللي نزل حوالي خمس دا عمل خمس استخلاصات وبدأ يفكر في فكرة كمان ان كابتن عمرو السلية اللي تاب على مدار المسلمين اللي فاتوا يكون ليه فكرة الروتيشن هو ده البداية وهو ده اللي هيوصلك لمنصات التتويق في النهاية تقدر تحسم النفس الاخير الفريق اللي عنده فاسكواد كبير زي النادي الاهلي الفريق اللي قادر المدير الفن يعمل روتيشن بشكل مهم وبشكل محترف جدا وبيدي الفرصة لكل اللعبين وبيشعر عشرين لعب تقريبا من القايمة ان هم لعبين السيني يقدروا يلعبوا اي مباراة فهو ده الفريق اللي يقدر ان شاء الله يحقق البطولة موسيماني كان عنده تفاصيل كتير في المباراة دفع بحمدي فتحي كان فكرة انا بشوفها زكاية جدا ودل على قراءة اللي بيحصل حمدي فتحي كان بيلعب كاليبره متقدم لخط الدفاع افل زوم فورتي ودي اكتر منطقة كان النادي الاهلي عنده مشكلة فيها كمان البعض بيجي تكلم ان فريق الاسماعيلي فريق ضعيف او عنده مشاكل اتفق معاك بس النادي الاهلي وهو بيواجه الفريق الضعيف اللي عنده مشاكل في نهاية الدوري الموسم الماضي لا قدم مباراة سيئة سهمت في قسارته لبطولة الدوري المرة دي وانت بتقابل الفريق اللي برضه عنده مشاكل كنت انت فريق قوي اذا انا متفق معاك ان الاسماعيلي ليس في افضل حالاته بس كمان لازم اقول ان الاهلي كان في افضل حالاته وعشان كده لازم اوقف عند افشة اللعيب اللي فعلا طول الوقت بتلاقيه ومن اكثر اللعبين سباتا على المستوى وحتى الاوقات اللي بتراجع فيها لازم نعذر افشة لانه عدد المباراة اللي بلعبها غير طبيعي افشة كان عنده تلت مراوغات ناجحة من اصل تلاتة صنع هدفين وصنع تلت فرص وتمريراته الصحيحة تلاتين من سبعة وتلاتين بس كمان افشة هو ترمومتر اداء الفريق دايما افشة في التوب فورم الفريق كله في افضل حالاته بالتأكيد افارس وكان الانسجام واضح بينه وبين بيرستاو لان الاتنين اللي عيبت كرة فمن سهل جدا ان هم يتفاهموا مع بعض وعشان كده بما ان دي اول مباراة لبيرستاو فحبين نستعرض ايضا ارقام بيرستاو اللي الامانة يعني لعب سبعة وستين دقيقة سجل هدفين من محاولتين انتارجت ودي دقة التصويب على المرمى مهمة جدا وصنع فرصتين وعنده تمريرات صحيحة عشرة من اصل 16 وتلات مراوغات نجحة من اصل اربع مراوغات والهدفين سجلهم من اكسببت جول واحد ونص وده بيديك انطباع عن قيمة اللعب اللي انت جايبه اللعب دايما بيحاول يقرب من الاهداف المتوقعة لو اهداف المتوقعة خلال الموسم مثلا 16 هدف فلما يجيب 14-13 فهو مقرب قوي فاول مباراة لبير سيتاو اهدافه المتوقعة واحد ونص هو سجل هدفين وشفنا التعامل ازاي مع الكورتين الكرة الاولى استلم وراح على المرمى وانا بحب جدا اللعب اللي بيروح على المرمى واخذ الثقة في نفسه ورقص باهر المحمدي وصوب تجاه المرمى حتى لو جات في رجل باهر ولكنه هدف لكن الهدف التاني بالنسبة لي هدف صعب جدا لان الكرة العرضية من افشة فيه مساحة قليلة جدا داخل الستة يرضى وعنده ضغط مدافع وتقدم لحارس المرمى ادري يستلم تحت ضغط باهر المحمدي ويحطه برجل اليمين مع تقدم حارس المرمى اعتقد يعني بيبين ان احنا عندنا لعيب كبير لعيب محتاجين نصبر عليه محتاجين وممتظرين منه الكتير وده الاهداف يعني الهدف الاول طبعا الرأسة الشهيرة اتحرمنا منها في الجول التاني ولكن خلاص بقيتها حديث حديث السوشال ماني ده الهدف اللي سجله بيرسي تاو الهدف الاول لبيرسي تاو لكن التاني للنادي الاهلي وطبعا جامعه النادي الاهلي يا فرس لما شافت المنظر ده والطريقة دي فرحت بالمحترف ولكن دايما بنقول ما نستغلش ادي الهدف التاني فيه ضغط موادفع اختخلص منه وحط الكرة بهدوء جدا في الهدف التاني نتمنى التوفيق لكل العيب النادي الاهلي وبالتأكيد نتمنى نجاح المحترفين على ان ده بيضيف للنادي الاهلي بشكل كبير جدا